موسيقى موجز لأهم الأخبار من الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن أن الحكومة تعمل على تقريب نقاط بيع الأسمدة من الفلاحين وأثناء رده على تدخلات عضاء مجلس الأمة قال الوزير الأول أن حكومته تسعى للقضاء على المضاربة في أسعار الأسمدة والعمل على خفض نسبة استيرادها بالإضافة إلى الحبوب من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي كما أردف أن الحكومة بصدد الانتهاء من دفطر شروط السيارات الذي سيعرض على مجلس الوزراء المقبل مضيفا أن الدولة في مفاوضات متقدمة مع مصنعين عالميين للسيارات لأرساء قواعد صناعة متينة في البلاد بما يسمح بحماية حقوق المستهلكين وكما قامت الحكومة مؤخرا بمنع استيراد الأسمدة الآزودية قصد المحافظة على الإنتاج الوطن والتحكم في الأسعار هناك حقيقة مشكلة اختلالات في التوزيع وكذلك حتى هذا القطاع دخلته سوست المضاربة سوست الاحتكام سوست الوسطى والطلاع بالأسعار فأرجم إخوة الفلاحين أن يولوا كل انتباه لهذا المقطع بالذات فالأسعار التي أعطيتها لكم هي الأسعار الرسمية التي تعمل بها الدولة الجزائرية ولكن المشكلة في الوسطى وسوف نعمل على تقريب نقاط البيع إن شاء الله من الفلاحين أما فيما يخص البذور فقد بابرة الحكومة بولع برنامج يهدف إلى التقريص تدريجيا من الكميليات المستوردة من البذور إلى غاية بلوغ الاكتفاء الذاتي ويجدر التذكير هنا بإنشاء بانك البذور البنك الوطني للبذور الذي يعتبر مرحلة جوهرية في ارتقاء بلادنا لحوة تربية وتغطية الحاجيات الوطنية من البذور قال ولي ولاية وهران سعيد سعيود أن مصنع فيات الإيطالي المقرر تشيده على أرض الولاية سيوفر أربعة ألاف منصب شغل مباشر وقرابة ثلاثة ألاف منصب شغل غير مباشر وأوضح السيد سعيود في تصريح لقناة البلاد أن المجمع الإيطالي لصناعة السيارات المنشئة في إطار الشركة الموقعة بين وزارة الصناعة وشركة فيات الإيطالية سيعمل على تصنيع 16 نوعا من السيارات وسيجسد المشروع الخاص بصناعة وإنتاج المركبات من علامة فيات في المنطقة الصناعية طفراوي بوهران على مساحة قدرها 120 ألف هكتار يقوم الأمين العام لمنظمة أوبيك هيثم الغيس بزيارة عمل إلى الجزائر ابتداء من اليوم بدعوة من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب وأوضح بيان للوزارة أنه بدعوة من وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يقوم الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنيفت أوبيك هيثم الغيس بزيارة عمل إلى الجزائر العاصمة في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 أكتوبر 2022 وأفاد ذات المصدر أن عرقاب والأمين العام لمنظمة أوبيك سيعقدان اجتماع عمل حول أوضاع سوق النفط العالمية وتوقعاتها على المديين القصير والمتوسط كما سيجري الغيس خلال زيارته محادثات مع كبار المسؤولين في قطاع المحروقات في الجزائر لا سيما مع الرئيس المدير العام لمجمع سونطراك يضيف ذات البيانة أمضى مجمع جيتاكس للصناعات النسجية اتفاق تعاون مع مؤسسة طيال لإتكوين عمال الوحدات الانتاجية لمؤسسة جيتاكس في مراكز التعليم والتكوين الخاصة بمجمع طيال حسب ما أفاد به بيان للمجمع العمومي للنسيجة وحسب ذات المصدر فإن الاتفاقية الممضات بين الطرفين ستسمح باستقبال المهنيين للتربص في المجال في إطار تعزيز الشراكة والتعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين الشركين وتشكل هذه الاتفاقية فرصة للقطاع الصناعي لتعزيز كفاءات موارده البشرية المتواجدة في المؤسسات الاقتصادية لسيما في الفروع الصناعية المعنية بالنسيجة وتحريك عجلة النهوض بالقطاع دوليا قال وزير المالية البريطانية الجديد جيريمي هانت إن بعض الضرائب ستزيد في حين أن الإنفاق الحكومي سيزيد بأقل مما كان مخططا له في وقت سابق مع ضرورة اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة المستاقية المالية في البلاد وأضف هانت الذي تم تعيينه أمس بعد إقالة كوسي كورينتشا في أعقاب بيان مالي كارثية الشهر الماضي سيكون أمامنا بعض القرارات الصعبة للغاية بحسب ما تداولته رويترز وأوضح وزير المالية البريطاني أن الإنفاق لن يرتفع بالقدر الذي يرغب فيه الناس إذ يتعين على جميع الهيئات الحكومية أن تزيد من كفاءاتها أكثر مما كانت تخطط له في أخبارنا الرياضية كشف تود بويلي الملك الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي بأن النادي يعمل مع الحكومة البريطانية لتسوية الالتزامات الضاربية الناشئة عن تبعات المالك السابق للنادي رومان أبراهيمو فيتش بويلي الذي رفض التعليق على قيمة الالتزام الضاربي وتفاصيل أخرى أكد في مقابلة له مع تلفزيون بلومبرغ بأن إدارته تضع اللمسات الأخيرة لتسوية المشكلة الضاربية المتعلق بتقديم النادي في عهد مالكه الروسي هدايا متمثلة في سيارة فاخرة للعبين وعائلاتهم ويذكر أن المستثمر الأمريكي قد اشترى رفقة شركائه من شركة الملكية الخاصة كلير لايك كابيتال جروب الفريق من رومان إبراهيمو فيتش شهر ماي المنقضي مقابل 5.1 مليار دولار أمريكية نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة